العين تقدم يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لها آفاق صحية للدكتور وليد فتاحي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي المستمعين والمستمعات أرحب بكم حديثي معكم اليوم إذا أردت أن أضع لي عنوان فحيكون عنوانه شوية غريب حيكون عنوانه الشطار الشاطر والشطار طيب أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون وضع قانون أزلي لا يتبدل لا يتغير هذا القانون الأزلي له مبادئ يقف عليها مبادئ مثل الصدق والأمانة والإخلاص والعمل الجماعي والإيثار والعدل والمساواة أنا أؤمن أنه على قدر امتثال الإنسان في النية والعمل بهذه المبادئ هناك مكافأة ربانية من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة مكافأة تلقائية يعني ربنا خلق الكون بطريقة بحيث أنك أنت على قدر امتثالك بهذه المبادئ هناك مكافأة تلقائية أكثر مفهوم دمر البشرية هو مفهوم أنه أنت عشان تكون ناجح لابد أن تكون باللغة العامة عندنا أن تكون شاطرا والشاطر باللغة العربية الفصحة ما هو؟ هو السارق والشطار هم السرق فتجد الإنسان يعتقد أنه عشان ينجح لابد أن يعرف من أين تؤكل كتف لابد يعرف كيف يلعب اللعبة أن يسموه إيش هل يعقل الله سبحانه وتعالى أنه خلق الكون ووضع نموذج وقال هذا هو النموذج وهذه هي الطريقة يعني نحن قبل ما نتطرق لخلق الله نشوف صنع الإنسان لما واحد يصنع لك تلفزيون ويديك كتلوج هل أنت عندك سؤال معين ترجع إلى مين غير الكتلوج الشخص الذي صنع هذا التلفزيون الله سبحانه وتعالى هو الخالقنا ودانا الطريقة فنحن لكن كإنسانية كثير من الأحيان لا نريد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى طيب المشكلة أن الإنسان في طبيعته يحب أن يسمعه وقليل من الآخرين وقليل ما يحب أن يسمع من نفسه الصوت الداخلي الذي فيه اللي بيحصل فينا أن نصبح نحن بعد فترة ننسى الصوت الداخلي اللي هو الصوت الفطري ربنا أعطانا هو هؤلاء المثبتين دائما يقولوا لك أنه عشان تنجح لابد أن تكون تتبع مبدأ الشطارة أن تعرف من أين تؤكل الكتف الله سبحانه وتعالى القانون يقول اتبع الطريقة حقتي أنها أعطيك لكن كثير من الناس لا بيدركوا أن الله سبحانه وتعالى إنما يعطي بطريقة اللي هي أنسب للإنسان نفسه وإن من عبادي من لا يصلحه إلى الغنى وإن من عبادي من لا يصلحه إلى الفقر ربنا الله سبحانه وتعالى يعطيك هي إمامال أو يديك هي سلطان أو يديك هي عبارة عن صحة وعافية يديك هي زوجة وأولاد يديك هي عبارة عن سكينة وطمأنينة بس يديك هي في الدنيا قبل الآخرة نحن أنا لدي تجربة خاصة عندما عدت من أمريكا وبدأت المشروع كثير من الناس اللي هما أعتبرهم خضرمين وأصحاب الخبرة اللي يعتقدون هما وصلوا كان دائما نصائحهم نصائح غريبة حط مثالياتك على جنب لابد أن تعرف من أين تؤكل الكتف لابد تعرف كيف أنت تكون مرن عندما تنظر إلى ماذا يعنو بمرن ومن أين تؤكل الكتف تجدها كثير من مبادئ لبسوا الأشياء بغير لباسها فأصبح الرشوة لها اسم غير وأصبح الكذب له اسم غير وهكذا فتجد الإنسان بعد فترة لبس لباس غير لباس الدين وهو يعتقد أنه في كل من هذه هناك فتوى فجاءوا لي رشوة وقالوا أنه طالما أنك أنت ما بتاخد حق غيرك فأنت إيه هذا حلال وهكذا الذي حدث في المجتمع أصبح عندك كثير من الممارسات الفاسدة والفساد مثل السرطان إذا بدأ وانتشر من الصعب أن واحد يقلع مكانه نحن الآن نعيش حقبة زمنية مختلفة مرينا بمراحل مختلفة كنا صيادين أصبحنا مزارعين أصبحنا صناعيين أصبحنا في عصر المعلومات العصر القادم كثير يسموه بمعنى بمفهوم باسم عصر الحكمة ليه الحكمة؟ لأن الإنسانية تعبت على مدى مئة عام الإنسانية تحاول تجد نفسها وصلنا القمر وعاجزنا أن نطعم الجياعة في دول مجاورة فهمنا الكثير عن الكون وعاجزنا أن نفهم أبسط المعاني اللي هي في داخلنا وفي أنفسنا ما هي الرسالة اليوم؟ رسالتنا اليوم استمع إلى الصوت الداخلي واستمع كذلك ماذا يريد الله منك أن تعمل وعليك أن لا تستمع لهؤلاء الذين وصلوا أو يعتقدوا أنهم وصلوا ولكن بطرق غير سليمة أصلح النية وأصلح وسائل العمل وستجد أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر لك مكافأة في الدنيا والآخرة وبإذن الله ستحقق في هذه الدنيا ما يعجز الآخرين عن تحقيقه بوسائلهم اللي هي غير إيمانية ندوى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون قدوة لغيرنا ولا نحمل أوزار غيرنا دون أن نشعر والله سميع نجيب الدعاء مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع زوروا موقعنا على الانترنت www.alain.com الهندسة الصوتية محسن الطرزي